أطعك معلش يا كابتن معينا برنامج السادسة انفرد وحصل على وثيقة مهمة جدا بتدول على عظمة النادي الأهلي وهي كانت من ريال مادريد وموقع من بريز رئيس النادي لنادي الأهلي برئيس كابتن صالح سليم هنشوف الخطاب بترجمته نرجع مرة تانية عزيزي السيد سليم بعد إذ بدء يرجى قبول اعتذاري لعدم تمكن من القدوم مع الفريق إلى مصر بسبب الالتزامات المهنية السابقة التي جعلت من المستحيل الحضور ما تدولته وسائل الإعلام الإخبارية وكذلك التعليقات التي أدل بها أعضاء بعثة ريال مادريد الذين صافروا إلى القاهرة نريد أن نعرب عن خالص امتناننا للحفاوة التي تلقيناها الفريدو ديستيفانو رئيس شرف النادي أبلغني أن كل من في البعثة لا يمكن أن يتذكر ترحيبا في أي مكان آخر مثل ذلك الذي قدمتمه لنا وأن لطفك اللامحدود جعل إقامة فريقنا لا تنسى أنا آسف للغاية لعدم تمكني من الاستمتاع بمدينة القاهرة المبهجة المصحوبة بمظيف جميل مثلك نريد أن نظهر تقديرنا وامتناننا من خلال القول أن النادي الأهل الرياضي يعتبر الآن صديقا لريال مادريد وأن جميع انتصارات فريقك ستكون لنا أيضا جميعنا هنا الذين يشكلون جزءا من هذا النادي الرائع يريدون فتح أبوابنا لك ولأعضاء مجلس إدارتك وللعبين ولجنة التدريب ولجماهيرك نود في وقت ما في المستقبل أن نكرر هذه التجربة حيث وجدنا أنها إيجابية للغاية ومثيرة وفيما يتعلق بالروح الرياضية نرحب بفرصة مباراة العودة آمل أن أسمع منك قريبا وأنا تحت تصرفك الكامل لأي شيء قد تحتاجه أطيب التحيات فلورنتينو بيريز